كل مجموعة هيتأهل منها منتخب بشكل مباشر للبطولة وأفضل مركز ثاني هيخش ملحق مع فريق من أسيا لكن نتاج المجموعة أو نتاج المجموعات كان فيها مفاجئات كتيرة جدا ويبدو أن في قوة بازغة وقوة عزمة كنا متوقعين أنها ضمن التأهل ترجعت بشكل كبير جدا تعالوا نقرأ مع بلال وأحمد قصة تصفيات كاس العالم واحد الأول منتخبنا سريعا كده نعدي على المنتخب تقيمكم للمباراتين إجمالا مع فيتوريا في مواجه جيبوتي في سيريليون أبدأ بلال يعني يمكن يا أحمد إحنا كنا موجودين الحلقة اللي فاتت قبل انطلاق مشوار التصفيات وأكدنا على أهمية أن المنتخب المصري قبل الدخول في كأس الأولى الأفريقية يكون معها ست نقاط من المباراتين مبارات جيبوتي وسيريليون وفعلا ده اللي حصل فيتوريا دخل في الجد سريعا في مشوارة تصفيات مع جيبوتي ست أهداف أمام منافس أضعف منافس في المجموعة على الورق طبعا ولكن إحنا كان دائما حظنا وحش مع الفرق الصغيرة كانت ممكن تعمل قدامنا مفاجآت ولكن منتخب مصر كشر عن أنيابه سريعا في بداية المشوار أحرز محمد صلاح سوبر هاتريك بيؤكد على التفوق الكبير لقائد المنتخب المصري محمد صلاح وأهمية صلاح في مشوار التصفيات طبعا سجل محمود تلزجيلي كان محتاجي يسجل بعد العودة من الإصابة كذلك مصطفى محمد أيضا سجل وجات مباراة سرياليون اللي كانت مباراة صعبة جدا نظرا لعدة عوامل طبعا أهمها أن أنت بتلعب على نجيل صناعي بتواجه منافس زي ما احنا تكلمنا عنه عنده لعبين هم كمان على الفكرة كانوا بلعبوا على نجيل صناعي بالضبط مش يحدة الوحدة يعني بس ولكن هم بص يعني هي موضوع نجيل الصناعي هم بلعبوا في ليبيريا بالضبط ولكن انت ممكن تتأثر لأن انت عندك نجوم أكتر نجوم لها قيمة خاصة طبعا محمد صلاح يعني موضوع اللعب على النجيل الصناعي ما كانش يخطر بباله مثلا في يوم الأمين أنه يلعب بعدما بيجول في ملاعب العالم واستادات العالم يجي يلعب في نجيل صناعي ولكن منتخب مصري أخذ من المباراة اللي هو عايزه محمد الشناوي عمل واحدة من أفضل مبارايته في مسيرته الدولية مع منتخب مصر وحافظ للمنتخب على تقدمه وتفوقه كذلك محمود حسن تريزيجيب يثبت كل يوم أنه قيمة سابتة في تشكيلة منتخب مصر واحد من أهم اللعبين المؤثرين سواء في وصول منتخب مصر في 2018 وإن شاء الله هيكون مؤثر في وصول منتخب مصر اللي كسل عالم 26 انت متوقع الناس أكسوا على منتخب مصر